بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا من السماء ماء أعزائي الكرام حلقة جديدة من برنامج ناشط مع ماري اسمحولي أن أنا أنقل الميكروفون لمضيفتي الجميلة الفنانة إيميل بحير زاكي إيميل أول الحمد لله تمام مساء الخير نورتونا في برنامج ناشط مع ماري النهاردة حلقة هتتكلم عن أكتر مكان المرأة بتكون موجودة في مملكة المرأة المطبخ أنا عايز أقول أنه أكتر مكان موجودة فيه كل ستات العالم مش المصريات بس لأنه إحنا فيه معتقد كده أن الستة المصرية بس هي لمملكة المطبخ لا كل الدنيا مملكة المطبخ نعم عندنا إحنا بنقضي أكتر وقت في المطبخ ستات مصرية عموما يعني آآ طبيعي طبيعي الستة المصرية ستة مضحية دي حقيقة على فكرة الستة المصرية هي من وجهة نظر أنا هي الأيكون بتاع النساء لأن هي جمالها زائد زيها زائد خفة دمها على بعضها كده بتبقى ملهج زي أنا دي عموما تلاقي مثلا فيه جنسيات تانية جميلة جدا بس خفة الدم المصرية تغلب طويلة مثلا قوامها معرفش إيه لكن المصرية برضو المصرية الستة المصرية مصرية ومش عشان أنا مصري ومش عشان طبعا أمي وإخواتي وولادي وبناتي ومراتي لا خالص خالص مش خايفة أو ممراتي أو جنسي مش قاوية لكن دي حيئة دي حيئة وعشان كده هنتكلم نهارده على المطابق أوكي قبل ما نبدأ حلقتنا عايزينكم تتابعونا كل سبت على قناة الصحة والجميل وتابعونا كمان على الصفحة على الفيسبوك صفحة ناشط مع ماري مكتوبة بالعربي مكتوبة بالعربي أوكي وكمان ممكن نعمل سيرش على اليوتيوب برضو البرنامج بننزل حلقاته على اليوتيوب وبننزله مباشر على الصفحة ساعة 12 بالضبط ونبدأ حلقتنا بقى عن المطبخ يلا بيه هما بيجهز لنا الصور كمان أهمت وهتنزل الصور وهنقول أحلى كلام دلقتي قولي لي بقى تحب نعرف يعمل مطابق ولا نتكلم عنه في الأول أول حاجة أنا عايزة أعرف أنواع المطابق آه عشان في لغباتة كتير في أسامي ومسميات آه لا لا ده بالايش هازأقولك يعني إحنا في مصر بنشبط في اسمه ونطنينا إيه بنجري ورآه طي iy أول حاجة المطابق بتتقسم بناء على الطبيخ فأكيد الأكل اللي بيأكله الطالينة الصور ب 함께 تنزل الأكل اللي بيأكله الطالينة مش ذلك الأكل اللي بيأكلوه الروس مش ذلك اللي بيأكلوه الانجليز مش زي الأكل احنا بنكلها كذا فبالتبعية شكل المطبخ بيفرق الأوروبيين بشكل عام بيعملوا مطبخ مفتوح المطبخ المفتوح ده ما اسموش أمريكان كيتشن بجد؟ هه والله ما اسموش أمريكان كيتشن طول عمرنا عارفين أن المطبخ المفتوح ده اسمه أمريكان؟ لا 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 الأمريكان كيتشن هو المطبخ الآيلاند اللي فيه جزيرة في النص ده بقى في الصور وإحنا وإحنا ممكن أننا نتكلم الصور تبع وجودة برضه لانها هتطلع صور فانا قولوكو هي دقيقة الجزيرة نعم المطبخ في جزيرة في النص واعرف الفة حواليه من كل الاتجاهات ده هو ده المطبخ الامريكي مفتوح بقى على الصالة مش مفتوح على الصالة مش هده المشكلة لكن هو لازم يبقى في جزيرة كده في النص الجزيرة اللي في النص دي فيها الحوت وفيها البوتاجاز او ممكن يبقى فيها الحوت او فيها البوتاجاز او فيها setting area في بعض المطابخ تمام لكن المطبخ اللي مفتوح على طول منه المناولة ده مطبخ ايطالي علومة جديدة اول مرة اسمعها طول عمرين عارفين ان هو مفتوح ده الامريكاني دايما ومن اهم المطابخ او الصور يعني ده مثلا انا عارض بقى الصور احنا عايزين نفرج الناس بس عشان احنا الصور اللي هنتكلم عليها لسه مجلوك ده مثلا ايلاند ده عامل جزء ايلاند تجهيز بريبيرنج اريا وحواليها شوية كراسي ممكن بقى تروح مجهزة ومدياله اللي يفتروه بتاعها بس ده محتاج مطبخ تكون حاجبه كبير شوية او نفتح بقى مطبخ عالصالة بلاش المطبخ ده بقى باب ومقفول زي ما احنا متعودين ليه ما نفتحوش عالصالة يعني احنا معانا شوية صورة اتفرج عليهم طيب انا واحدة من الناس مثلا مطبخي صغير يعني ازاي اعمل الديزاينات دي والله هعملين حسابنا انا على فكرة مطبخي انا كبير تمام المطبخ اللي عندي في البيت انا كبير بس انا بقى قابل المشكلة دي كتير جدا المطبخ صغير لو سمحتوا يا مهندسين يا معمريين يا ناس اللي بتصمموا لو سمحتوا المطبخ ده حاجة مهمة جدا الست بتقعد في المطبخ وقت طويل لانها بتسحى تحضر الفطر وبعد كده تحضر الغداء وبعد كده تحضر العشاء وبعد كده تروح تجيب تعمل عصير وتعمل الشاي فمش معقولة وعشان كده لو سمحتوا البرنامج ده معمول عشان ناس يعرف قيمة المهندس المعمالي فيه كائن حي مخلوق ربنا خلق اسمه المهندس المعمالي هو مخلوق ودارس علشان انت تبقى عارف او هو عارف ايه ايه انه هعملهولك هعمل لك مطبخ هعمل لك هعمل لك بصي انا بقى المطابخ برضو ده ايلند ده مطبخ جزيرة هو مستغل له جزء منه ادراجه بتاعه وهكذا ومستغل له جزء الثاني للعاية الصور العشرة لما تخلص قولي والنبي يا كمال عشان بس إيه حبيبي طبعا كمال هو اللي معي على الإيربيس صديق العزيز ورئيس تحدي البرنامج بصي المطبخ ده L-Shape وأنا حابب إن أنا أوري الناس إنه فيه مطبخ بيضة لإنه فيه ناس كتيرا بترفض فكرة المطبخ بأبعد إحنا أقول لي قبل كده فيه فيه في الديزاين كده حاجة اسمها ويت آه بصواب يحتاج فعلا مجهود كبير في التنظيف عشان أطفال كتير بيخشوا المطبخ برضو هو لو يا سلام بقى لو لوينه كمان تبقى مشكلة كبيرة بس خلينا ده الناس عندهم أولاد كبار شوية مش هحصل حاجة ده المطبخ ده آيلاند في نصة وجزيرة في نصة هو وحواليه وحدات المطبخ والجزء اللي فوق من المطبخ هتلاقوه عامل فيه في بعض الأحيان رفوف مش لازم وحدة فوق يعني مش الصورة التقليدية بتاعت المطابخ هات كده عم كمال قولينا تاني آه لأ استنى بقى استنى بقى عشان ديت بعد كده في الصور اللي بعد كده دي بقى دي مش وقتها خالص دي دي هنقول للناس ان لما تيجي تعمل مطبخ لازم الوحدة اللي تحت يا امي تبقى على ارتفاع مناسب ان انت وانت وقفة تبقى مادة ايدك مبسوطة ايدك كده مش ولا موطية ولا حاجة فلازم هتقيسي ارتفاعك انت لها مقاس الستندرد آه لأن معظم المصريات طول بعض بس لوحدة طويلة اكتر يعني انا مثلا عملت عملت عند عمله هما ما شاء الله طوال هو العيب سلة وزغطه طويلة وانت طويلة عايزة اه وانت طويلة اللي بكلاء انت من لسبالها مش طويلة خالص هما كيفية اطول من كده اه فالوحدة الستندرد 90 سنتي احنا كنا عاملينها متر وخمسة لان هو ده اللي مناسب لي هي طويلة صح تمام الوحدة اللي فوق من فاش احطها هنا يعني ابقى واقف كده والوحدة اللي فوق كده ما دي هتدايقني وانا مطبخ لكن لازم تبقى فوق شوية كده مفروض فعلا لما يجوا يعملوا دوزاين لازم مثلا الاتنين متجاوزين او اتنين بيبدأ حياتهم او بيتهم عموما لازم مفروض ياخدوا فعلا مقاساتهم وعلى اساس كده ببقى في راحة اه صحيح في عندنا برضو من ضمن المطابق انا عايز اقول لك الحاجة التي تكرتها هو المطبخ الالماني الالمان الجنس الاري كله اللي هو الالمان والروس والفنلندين والناس اللي حجامهم ضخمة دي بيأكلوا كتير فهو بيعمل الليفنج بتاعه جوه المطبخ يعني الزون اللي اسمه الليفنج اللي هو برضو احنا عمليه شميله كتير في مصر ده مع الاسف يعني بيبقى جوه المطبخ هم بيبقى عشين جوه المطبخ تدخلي جوه المطبخ تلاقي الحمام تدخلي تخسلي ايديكي واخد بالك تطلع تلاقي ترابيزة صفرة يمكن لو صورة هتطلع ولا حاجة هتطلع معانا هقول له هتبقى باينة وبعد كده تلاقي جوه المطبخ وره كونتر او كاونتر وبعد كده المطبخ بقى وره مقسم المطبخ بتاعها وره تعرف تناول الاولاء اوه ده كبيره وساعات يعبوا عاملين فيه جوه ليفنج ليفنج فعلا يعني جايبين فيه انتريهات وكنب وبتاعه وتفرجوا على التلفزيون الروس كلهم كده معظم الروس كده هم بيأكلوا كتير جدا لان هو اولا هو ضخم فبيأكل كتير بلادهم برد فبيأكل كتير جدا كذلك برضو الالمان والسويديين البلاد دي يعني مطبخ امريكاني دي بتتقال على ايه بالزبط المطبخ الامريكاني هو المطبخ الايلاند اللي فيه جزيرة في النص هو ده المطبخ الامريكاني بس اي حاجة مفتوحة اوبين اير دي مش مطبخ امريكاني خالص وعلى فكرة الفتحة بتفرق بقى من مطبخ للتاني يعني مثلا الطالينة بيعمله مكارونات وبيتزا وحاجات زي كده كتير تمام؟ مكارونات وبيتزا وحاجات زي كيجر فعنده فرن فعنده جنب من الحتة المقفولة يعني لو عنده حتة مفتوحة كده عنده جنب هو عم قفلها بحوالي متر كده قفلها عشان يحطه وراها الفرن بتاع البيتزا مثلا الانجليز اكلهم كله سوتيهات وحاجات كده اكلهم يعني اعتبر اقل مطبخ فلكون هو المطبخ الانجليزي في حلوة الاكل مثلا فمطبخهم عادي يعني مفتوح و احنا لازم نهتم بالمطبخ المصري لا مهتمين بيه على فكرة والمطبخ المصري مطبخ قوي جدا على فكرة احنا عندنا في الفلاحين كنت تلاقي في البيت فيه تحت المقعد تلاقي الفرن فرن العش الطين بتاع زمان ده اه احنا دلوقتي تتحدرنا احنا ندخلين على عشرين وعشرين يعني محتاجين ديزاين يكون متحدر مكرتا باللي احنا بنشوفهم طب بمناسبة التحضر هو انت حضرتك عينيكي شبه عينين السيدة حواء ولا لأ؟ مناخيرك شبه مناخير السيدة حواء؟ اكيد شبهت اكيد شبهت صحابي عنا شبه صحابي عنا سيدنا ادم يعني انا اه ملامحي مختلف عنه بس عندي ايدي يعني ما فيش تحضره لو كان فيه تحضره كان الاسان تطور لكن هو نفس الرجلين وهو نفس البطن وهو نفس كل حاجة فمش معنى ان انا هكون عندي حاجة قديمة ان انا اطورها ان انا كده مش متحضر لا انا هجيب نفس الفكر اللي انا شغال فيه في البيت المصري عندي منطقة اه لازم تبقى منطقة طاهي هما الفرعنة كانوا بعملوا كده مخزن للصوامع اسمه مخزن صوامع اللي هو فيه الغلة والامح والكلام ده تمام وليسا السيدة بعملوا الكشك والحاجات ديت منه ويروح ياخدوا منه ويحطوا في المطبخ يخبزوا ويعملوا المصريين على فكرة احنا محصلناش ازمات عيش وازمات الكلام ده غير لما بطلنا نخبز غير لما بطلنا ان احنا نبقى مصريين احنا عندنا ثقافة ثرية ثرية طبعا قوية لكن احنا اللي اهملنا ده واهملنا تصميمات بيوتنا قولي بقى عايزة تقولي تاني لا هي معلومة جديدة جدا بالنسبة لي حوار المطبخ الامريكاني ده يعني انا واحدة من الناس ورونا الصور بس بتاعت الصورتين اللي بعد كده اللي هما فيهم مطبخ الالماني نورد الناس عليهم لان ده مطبخ بيعجبني انا شخصيا جدا بيستهويه جهزهم ماشي مش بيه جهزوهم موي طيب احنا قلنا خلاص معلومة المطبخ الامريكاني دي لو سمعت يا جماعة محدش يقولي انا شخصيا عايز مطبخ امريكاني الفتحة المناولة دي مش مطبخ امريكان عشان بس اللي بقى عارفين المعلومة دي لا دي معلومة فعلا كانت غلط جدا وكويس ان انت فهمتنا برضو والصحة لانها مفاهيم تقريبا منتشرة عند الناس كتير جدا كانوا فهمين ان المطبخ الامريكاني اي مطبخ مفتوح ايه 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 في حاجة انا عايز اقولها احنا المصريين بشكل عام عندنا مشكلة في المصطلحات من ضمن الحاجات اللي هنقولها مثلا انا عايز اعمل الاموتال دي انا بقى رب بحيس ان حد رحمت سبحانت وكاربت حصل لي كده بالزبط ليه بقى لان هو اسموش الاموتال الاموتال دي شركة فرنساوية بتعمل قطاعات الامونيوم فهي اسمها اعمال الامونيوم شبابيك الامونيوم كريتال بتعملها بقى شركة اسمها الاموتال بتعملها شركة السعد بيعملها شريفة علي حسن بيعملها اي حد بيقف يقطع الامونيوم بس وفي ناس بقى بتجود فما تقولش الاموتال تقول الامونتال فدي حاجة بالنسبة لي اسمه صحة ايه اسمها صحة اعمال الامونيوم أعمال الألمونيوم شبابيك ألمونيوم ممكن أقولها بقى بالمصر ألمونيا يمشي الحال إنما ألمونتال دي إزاي دي كلنا بنقول ألمونتال والله شركة فرنسية أنتجت الحديق عفوا الألمونيوم حولته الكريتال المهول ألمونيوم المعدن ده بيبقى كريتالي يعني بيبقى قوي يعني بيبقى زي الحلال طريق جيبسون بورد ليه جيبسون يعني مش فعل جيبسوم بورد ألواح جيبسية ما تبقىش جيبسون ما تبقىش جيبس يوم يعني أنا ما عرفش يعني في بيت شاعر بيقول في المصرحية بتاعة ليلة قيس وليلة بيقول شاتن بلا قلب يداونني بها فكيف يداو القلب ملا له قلبه واحد ما بيعرفش المصطلحات الهندسية بيتت بيجيبه شطابلك ازاي نا غلط بيتت بيجيبه شطابلك ازاي أنا مش عايزك تجي لنا على الفكرة ما صوتش أنت تجي لنا والله ما صوتش يقلل من حاجة اي مهندس مع ماري يكون فاهم على أقل في الشغل لازم يبقى عندنا الحد الأدنى والله العظيم أنا بقعد مع أجانب بكلمهم في التشتباط الناس فاهمة وعرفة كل حاجة الناس عارفة تكلمهم عندهم المصريين لازم يبقى عندنا احنا كمان الوعي ده طبعا لازم طيب هات بقى الصور بتاعة المطبخ يلا هيدخلونا في الصور بتاعة المطبخ امي نتكلم عنها الصور اللي احنا نعرضها دي هنتكلم فيها عن تصميم المطبخ وممكن نتكلم عن أشكال المطبخ على حسب الصور بقى أنا معيش الريموت عايزة أقلب كده وأطلع على الصور بس معيش الريموت شفتي بقى ده ده اسمه مسلس الطهر ده كده اسمه ايه؟ مسلس الطهر عملتي مطبخك يو لونج عملتي يو شورت عملتي ال والحتة في جنب الحيطة عملتي ال وعلى خمسة واربين عملتي ال بس عملتي ال والحتة في آيلاند أي مكان لازم تحقق أي حاجة اسمها مسلس الطهر اللي هو العلاقة ما بين البتجاز والحوض والتلاجة لازم تبقى مسلس بالدراسات وبالقراء هو ده أفضل الأوضاع اللي ممكن أي حد يعملها أنت بقى مطبخك فيه أنا مطبخي أكيد أورادي في كل التجهزات والحاجات بتاعة المطبخ بس مسلس الطهر ده متوفق أخ 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 يعني باب النجار وأنا اسمه مسعد النجار وباب النجار مخلع شورت لا لازم أول حاجة تعملها تيجي تعملي المطبخ خلاص أنا أتعمل مش أمريكاني بقى لا لا مش هنعمله أمريكاني حسب المطبخ ده أكله صغير في الصور هوريك مطبخ حالو طيب ده مسلس الطهر معدى المطبخ الإيطالي هو المطبخ الوحيد اللي ممكن يبقى فيه الحوض والبوتجاز جنب بعض لأنه ما بيعمله مكارونات وبسطة كتير التالينا بيعمله مكارونات وبسطة إحنا نخلينا في المطبخ الإيطالي ليه بقى بيعمله مكارونات وبسطة؟ عشان البيتزا تأخذ من البوتجاز وتصفي المكارونا فيبقى البوتجاز والبريب من بعض بس المشكلة في حاجة برضو يا أحمد يعني إحنا إذا لم تيجي مثلا تشغل الميا أو تيجي تستخدم الحوض ممكن ده يكون فيه مشكلة للبوتجاز الميت تبقى قريبة يعني للبوتجاز وجنبهم وحدة ولتكن الزياتة 45 سنتي وبعد جده صفيت الحوض والحوض هتلاقي نفس البيت عنه 20 سنتي هي مقاسات بقى مفروض إن هي فعلا تبقى مقاسات المهندس المعماري بيبقى فاهم عن عن أي حد أنا ممكن أروح أقوله تعالي عملي المطبخين نعم وجهة نظري أنا بقى إن اللي عمل ده مهندس اللي عمل ده وقعد يدرسه مهندس احتكب مين راحت مجموعة من المهندسين عشان تدرس مصر الحركة ده ومعدة كترة العظم عظامه ده بجد على فكرة الكلام ده ومبدأوا يعملوا درستهم هو أنا عايزة في حاجة في العمارة كده اسمها العلاقة العلاقة المباشرة والعلاقة الخير مباشرة وهكذا أنا عاوز يعني مثلا مدخل البيت علاقته إيه بالمطبخ والمطبخ علاقته إيه بالمعيشة والمعيشة علاقتها إيه بالنوم والنوم علاقته إيه بالضيوف والضيوف علاقتهم إيه بال كذلك أنا إيه اللي أنا محتاجه دايما أتحرق له أروح التلاجة أروح أجيب أنا أطلعها تورد كده من البطجاز كده هأخذ البوقه أحطه في فأنا محتاج ده ما صار الحركة بتاعي من التلاجة أطلع الحاجات اللي إحنا مثلا متابلنا وحطناه في التلاجة عشان تتابل أرح واخدها من التلاجة على البطجاز ففي الاتجاه ده المقارونا على الحوض ففي الاتجاه ده من التلاجة للحوض بالحوض وهكذا معاده عند الطلاينا شوية كما قلت لك ان الطلاينا بيأخذ من الحوض موظر أكلهم مقارونا ويمكن ده حاجة حاجة معروفة ده القطاع اللي احنا قلنا عليه شوف بقى لو في حاجة تانية كده عم كمال آه لا لا ديقوا ده احنا قلنا فيه أحلى أوه لا قول ابعد آه هنا بقى بيقولك ان فيه أفكار لتصميم المطبخ زي ما قلتها ممكن عمله لو المطبخ بقى صغير ممكن عمله خط شريط طويل أحطوهم جنبه بعض تمام أرتبهم ازاي حسب أنا بعمل ايه كل رب البيت لو سمحت تقعد مع نفسها كده تفكر أنا بطبخ ايه أنا ستة مصرية بناء أكلنا معظمه ايه رز ومثلا مكارونا وخضار وحكذا فأنا محتاجة ايه ولحمة يا سلامة لا ولو حد بقى بيحب المحشي يا سيدي يجيبوه لنا حاجة صغير فده معنات عايزة حياتة الستة المصرية عادة بتاخد المحشي تعمله في المعيشة ويعرفت فرج على المسلسل الهند يعملولنا مطبخ في قط النور فعشان جدا لو سمحتوا الناس اللي بتفكر في الدلزان اللي بتفكر في علم الاجتماع احنا نتكلم مرة كده على علاقة علم الاجتماع بالعمارة لازم ننزل للمصريين نسألهم ونعرف منهم يا جماعة والله ايه رأيكم انت بتطبخي ازاي هتقول لك والله يا ابن انا بعمل كذا يبقى انا هعمل المعيشة جنب المطبخ ممكن اعمل المعيشة مفتوحة مفتوحة ولقى اصلاحنا بنقلي والريحة بتطلع فيه حشفطة وحاجات حديثة جدا لأ وحتى كمان يعني مفروض ان احنا نوسع مل مطبخ لان انا واحدة من الناسة مباخي صغير كان عندي مشكلة حط يعني الشفطات دي فين وافتحوا المطبخ لو سمحتوا على الصالة كبروا البيت خلوا الدنيا مفتوحة كده خلوا الدنيا براحة حتى يبقى فرصة انا ممكن اعمل مثلا الكراسي اللي بتتحطى على ال لو انا ما عنديش مساحة انا انا اعمل صفرة وممكن اعمل الكراسي دي وآكل على الرخيم يا سليم يبقى نزيز جدا ونفتر الصبح ونفتر الصبح وعرفوا اقول لمراتي صباح الخير يا حبيبتي يقول ليه صباح الخير يا حبيبيو احيات جميلة جدا والاولاد في الطرف لا في ربا ياعم كمال بقول لك انت دي كتوعد معانا ايه رأيك دي كتوعد معانا اعمل على فكرة بصي اش عايزة اقولك والله والله طبعا انا بشكر كل اللي ورا الكاميرا على فكرة والله انا بشكره كله وبشكر الناس اللي جوه خالص الناس هنا بيتعاملوا معانا فيه كمية حب كبيرة انا اشكركم كلكم خلاص خالص جدا والله الناس على فكرة حاس ان احنا فعلا دايما مع بعض يعني وده احساس كويس احنات الصحة الجميل طبعا جميلة انا بحبها انا بحبها كله يعني صحيح طيب صور بقى دي برضو دي برضو لا هاتة هاتة دي جمدة جدا دي هاتة هاتة الصورة دي جمدة جدا هاتة دي انا مستنى دي انا اقول احلى الكلام دلوقتي ايوة هو ده بقى بشكل عام المفهوم بتاع تصميم المطبخ المطبخ بتاع اي حد مش هيطلع عن الصورة الاولانية والصورة دي انها عامله حرف يو مقسوم نصين ساعات بيعمله ممر كده في النص عشان خاطر هو عامل جزء ورا هنا معيشة وجزء ورا هنا تاني معيشة والمطبخ في نصهم وساعات بيبقى اعمل حرف يو لان انا هدخل من ناحية وفاتح كله على الصالة ساعات بقى بقى في حتة ايلاند في نص في الصور بقى شايفيني الصورة اللي على اخر واحدة فوق على اليمين ديت اول واحدة فوق اليمين هوريكوا بعض نمازج برضو الحاجات كويسة جدا جدا يعني طيب انا بقى في سؤال عايزة اسأله النفسي التصميم ده بتاع المطبخ التصميم بتاع العربية التصميم بتاع كارت اللي انت حضرتك كلمة تصميم محتاج ايه محتاجة مصمم الله الفاشون اللي حضرتك من اشهر نجومه مصمم ازياء حلو مفروض اي حد مش فيه ناس ممكن تروحيله دايقلك بانطلوني دايقلك جاكت وكده ده طبيعي صح بس هل ده خلاه مصمم ولا المصمم ده زي هان البحيري وزي الناس الكبيرة دي درس وعنده موهبة وا 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 هي كلها على بعضها دراسة مع موهبة انما موهبة الواحدة همناير ما ادرس وابقى عارفة مثلا ايه ينفع مع ايه بالقلم ومسطرة لا انا شايفة لازم مصمم لازم لازم حد يكون دارس اه يبقى صمحت لما تعمل مطبخ لازم تروح لمصمم يصمم لك المطبخ ليه لازم يصمم لك المطبخ عشان كل المعلومات اللي انا بقولها ديه وانتي لما تيجي تيجي اهو ده مطبخ من المطبخ قلنا الوحدة اللي في النص اهي بصي عاملينها ايلند بس هما مستخدمينها مثلا لتخزين حاجة معينة هتلينا صور تاني هتلينا صور تاني هنتكلم على كل كده مطبخ؟ دي وحدة المطبخ ايلند هي بس هو ما عملش الايلند فيها المتجاز زي الفكر الطبيعي لا ده هو راح عامل الوحدة اللي في النص دي فيها تشوين حاجة معينة في المطبخ وجميلة وزي الفل دي ممكن تنفع برضو انت تقطع عليها الفواكه والخضار ايوه بريبيرنج اريا ومن تحت حاطة فوط حاطة معاي اللي حاطة بتاعها هتلينا هتلينا ده احنا جابين الجلد ده عشان امي اه عشان انا بحب الجلد ايه قارت بتحب الجلد فلازم اجيب لقه ومطبخ صغير على فكرة محلو قوي عاملو ايه اللي شي بحوض بتجاز والتالجة في الاول ناحية تاية هات تاني بقى هات تاني هات هات اه بصي بقى هنا ايه ده واو 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 عامل الايلند اللي في النص راح عاملها اس واقعدين من ناحية واقعدين من ناحية اشان خاطر اه لو في اتنين هيذاكروا هنا واتنين هيكلوا هنا الكلام ده محتاج مساحة كبيرة جدا ان انا اعرف ان الناس دي مركزة مع المطبخ تقريبا طول الوقت شفتي بقى شفتي بقى الكلام دي محتاجة مساحة فعلا محتاج مساحة كبيرة يبقى لازم التصميم من الاول يبقى صح بالزبط والله لازم نصمم بيوتنا صح والله المهندس ده بيوفر عليك فعلا المهندس ده ان يوفر عليك ما هو لما هيعمل لك مطبخ كده عامل لك المساحة دية هو دي محتاجة لو تلاتة في تلاتة هيطلع مطبخ حلو لو اتنين متر سبعين في اتنين متر تلاتة وسبعين هطلع حلو عشان جدا تلاقي الابيت الاجانب برضو عندهم بيوتهم دوبليكس اللي هو تحت بيبقى مهتمة اكتر بالرسيبشن والمطبخ وفوق قوض المعيشة غرف المعيشة وعندهم بيوت ستة وثلاثين متر واثنين وثلاثين متر ومعمول فيها هالحاجة هي الفكرة كلها ايه انا ممكن لبس اميس وبنطلون اميس وبنطلون شوفوا شوفوا شايفين الصورة دي كمان انا ممكن لبس اميس وبنطلون وغير يلبسهم وبعليوه حلوية هو هندم نفسه بس ما عملش أكتر من كده بصي هنا مطبخ صغار جدا وراح عامل ايه راح واخد فيه كرفات وحضن وتأهية والسته هي وقفة الخطوط الحد اللي حواليها دي هو لا خلها كأنها جوه حضن جوه حاجة حنينة كده هي تبقى اصلا مستمتعة وده في علوم الطاقة حاجة كويسة جدا اصلا كمان وما ناس بتبقى علوم الطاقة احنا هنتكلم على علوم الطاقة في اللايف النهاردة 10 بليل مش هنتكلم عليها في الحلقة هات تاني هات تصور هات تصور بصي بقى ده دهبي ليه كنتي ايه رأيك وللنناس اللي بتحب الدهبي انا بس عايز اوري الناس ان فيه مدرسة اسمها رد مدرسة اسمها جولد مدرسة اسمها وايت مدرسة الوايت دي مدرسة كبيرة جدا هات هات تصور هات سنتكلم عنه كله هات اه المطبخ الألمان اهو بصي ليفنجو هناك على الشيء وراه انا دي ايه كايرة كويس ليفنجو هناك اهو ومفتوح هم بيعودوا في ليفنج مع مع المطبخ صح انا مثلا قدام التيليفنج محتاج اكل حاجة اهو بصي بقى الصورة دي اوضح دخل مدخل لقى الصفرة بيبقى في قبلها حمام كده عليليك اليمين وبصي بصي المطبخ وراه دي كبير ولما قولتلك ممكن يكون مفتوح وراه كمان هو مفتوح وراه كمان ممكن ممكن نعمل بيوت صغيرة ممكن نعمل بيوت صغيرة ورغم البيوت احنا بتاعتنا صغيرة ممكن يعرف نعمل مطبخ كويس مفتوحه وبتاعه اللي بيعمل ديزاين معماري لازم يكون أول حاجة بيعملها إنه بيبتدي يفرش المكان مش مش هرص عمدان مش همعمسك سكنة البسموسة وزيو وزيو وليو وليو وعمل عمدان المطبخ ده فعلا يعني 90% من الوقت بتقضيه في المطبخ سواء مثلا بتطبخ لولادها البيت هي بتحب الطبيق لنفسها وحتى في رجالة كمان كتير بتحب المطبخ فلازم تلوى أنت رجل بتزبط بيتك أو بتعمله لازم تروح لحد بيفهم يكون دارس معمار مهندس معماري أو بتاع انتيريور أو مهندس ديكور أو مهندس ديكور لازم أهم حاجة أول حاجة المطبخ تهتموا بينا شوية المطبخ والحمام والليفنج وقوض النوم بالترتيب كده ده مهم جدا طيب إحنا بقى عرضنا صور مجموعة صور كده مش عارف لو فيه تاني ممكن نعرض تاني أنت بقى هكامل بحيري تختاري ايه تختاري ايه؟ اي مطبخ عجبك ايه؟ أنهي جوة عجبك لا أنا عجبني أولي المطبخ المفتوح صراحة الأوروب الأوروب المطبخ المفتوح ده انت برضو حتى لو فيه حاجة عندها بيبي عايزة بشره قاعد بتفرج على التلفزيون بيعمل اي حاجة أنا مثلا بتابع مسلسل بتفرج على حاجة وفي نفس الوقت في المطبخ والتلفزيون موجود في الرسيبشن عندي فهيبقى وغير ان المنظر كمان العام بيبقى شيك جدا بيوسع حقيقة المساحة بيديها وسع أكتر من حاجة مقفولة كده أربع حيطان هزهق هامل بسرعة صحيح طيب قبل ما نطلع في واصل بقى سمحولي يقولكو إمبريف كلا معلومتين بسرعة خالص لو سمحت انت لازم تبع عارف انت هتعيش ازاي انت هتجيب ميد او رب تمنزل في يوم من اللي يبقى انت هتعمل المطبخ بره وجنب قودة الميد وبعد كده البيت لو انت اللي هتعيش في بيتك وانت بتحب توم تطبخ او مرتك توم تطبخ او 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 خلي المطبخ بتاعك جزء من حياتك قريب من الحمام الرئيسي من ناحية قريب من المعيشة من ناحية بيخدم على الأقوض من ناحية لو انت من نوع اللي بيسحب الليل ويأكل ويجوع 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 صحيح فاصل سلام عليكم تاني رجعنا لكم بعد الفاصل احنا كنت انا وابني بنتكلم على المطابخ واه ايه رأيك لو عملنا ركاب كده سريع للحلقة يا امي احنا اتكلمنا جماعة عن المطبخ واهمية المطبخ وان هو مملكة المرأة وقلنا يا جماعة ان المفهوم الخاطئ الدارج عن اي مطبخ مفتوح ده ان هو امريكا لا المطبخ الامريكي هو الايلاند واتكلمنا بقى بشكل عام عن ان في مدارس تانية للطبخ زي المطاب المدارس الاوروبية والمدارس اللي وقلنا اتكلمنا شوية عن المطبخ المصري ان في جزء تجهيز اه ببنا سيرة المطبخ اللي هو المفتوح اه مثلا لو انا عندي رخام وحب ان انا استغل ده طب انا ازاي اختار رخام يعني انواعه اه اعرفها ازاي او ازاي بصيبا الرخام انا الرخام المصري لو سمحت بتحطوش في المطابق ليه لان الرخام المصري بيتكل بسهولة من السكريات وعشان كده لو خدتوا بالكم ان لما كان عندنا محلات عصير اصب كتير او في مصر كانوا كان يعملوا الكاونتر بتاعه كان يعملوا مزايكو وبعد كده بقى يعملوا رخام وبعد كده بقى يعملوا ستاني ستيل ليه لان الاصب بيأكل في الرخام ايه ده معقوله؟ بالذات المصري هو ياكل في كل الرخام فانا افضل ان احنا في المطبخ نعمل جرانيت فيه انواع بقى كتير جدا من الجرانيت المصري زي ما انت عايزة حدث بقى ولا حرج عن الجرانيت المصري تمام؟ لكن انا جات لي فكرة كويسة او اي اميكو هو احنا ممكن نوفر او ندي للناس معلومة ازاي توفر في مطبخ بيتك او في المساحة يعني؟ لا فلوس ازاي توفر في مطبخ بيتك فلوس؟ في كل الاحوال الصورة اللي معنا دي ده نوع من الرخام ممكن يبقى فانتازية مثلا وممكن يبقى ميلي براون عامل القرصة تمام؟ رخام وعامل الحيطة اللي هي المسافة اللي ما بين الوحدتين رخام احنا النهاردة عشان نوفر بقى في المطبخ بنعمل ايه؟ كده كده انا بقول للناس ما تعملوش الحيطان سيراميك كلها لان انت هتركب سيراميك ومش هتستفيد بيه في حاجة ده من وقت نظر هنا على فكرة احنا كلنا بركب كل حيطان المطبخ بتاعتنا سيراميك عمرك شوفت حد ماسك خرطوم وبينظف في الحيطان مرتحصلش هون بنظفوا الحتة بتاعت البوداجاز بس بنظفوا الحتة اللي بتتوسخ فليه هعملوا بقى كله سيراميك وكلف تمام سيراميك انا كده كده هجيب اسمنت وكده كده همحر المطبخ فمحر المطبخ ونركب المطبخ بتاعنا الوحدتين بتاعتنا اللي فوق واللي تحت او اللي تحت بس او اللي تحت والايلند ايه بقى مكانه والمطبخ اللي هنعمله ونعمل المطبخ كله دهانات ما عادة الحتة اللي ما بين الوحدتين ممكن نعملها سيراميك لوحدها وليكن مثلا موزايك او حاجة الرخامة بتاعتنا مش لازم اجيب الخامسة وتلاتين او الاربعين او الستين متر كلهم سيراميك انا وفرت تم من السيراميك وممكن اجيب بهم حاجة كهيسة في المطبخ حاجة جديدة في المطبخ ولو سمحتوا ركبوا جرانيت ما تركبوش رخام لان الجرانيت بيستحمل اكتر وفيه حاجات بقى جميلة جدا كاشمير والاسود الجالكسي والدابل بلاك على فكرة الاسود الدابل بلاك اللي موجود ما اسموش زمبابوي ما اسموش اسود زمبابوي عشان كل مصري بتقول نفس المعلومة الاسود الزمبابوي ده بخمس تلاف جنيه المتر اسمه اسود اندونيسي عشان الناس بعرف المعلومة الصحيحة انا فيه معلومات كتيرة جدا كنا فهمينها غلط وعارفنا ايها الاسود السادة ده طيب حلو بقى اعملوا حسابكو على هاتي فيه اسود صيني ده رخام مصري مينيا او حاجة خدته الصين سبغته عملته اسود ده من اسوأ الانواع اللي رخام محدش يكيبه خالص ليه؟ هو بفرق ميت جنيه وميتين جنيه عن الدابل بلاك اللي هو الاندونيسي و بفرق ربعمائة جنيه عن الجالكسي الجالكسي ده هو فيه بوتش دهبي او فيه بوتش ساعات بتسمى جي دابل وفورتين وانا معرفش جي دابلو تين حاجة كده بقى ايش فاكر يا سوف صراحة بيبقى فيه بوتش فضي تمام؟ اللي سود الاندونيسي ده حدق لما تشوف الحرف بتاعه البسطون بتاعه ده الحرف بتاعه هتلاقيه ما بيلمعش ابدا مهما لمعته ده ما حدش يجيبه خالص لانه رخام مصري وخدوه سبغوه يعني افضل نوع من انواع رخارية جرانيت جرانيت بقى المصري غزلان فرسان فردي زي ما انت عايزة عايزة تعالي شوية كاشمير عايزة اسودات والاسود بيليق على كل حاجة طبعا اسود بيليق على كل حاجة حسب بقى انت عايزة اسود سادة يبقى اسود اندونيسي اللي هم يبقى عليه اسود زنبابو طب بالنسبة للشفات ازاي برضو اختار الشفات للمطبخ بتاعي ومطبخ صغير او مطبخ كبير هتفرق طيب بصي بقى المطبخ الصغير له حلول كتيرة جدا في التصميم بتاعتها وفل 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 زي التوفير اللي انت عامله ده الديزاين بتاع التوفير ده انا انا شايف ان هو مطبخ صغير مش هاكله شيك ومرتب جدا كل حاجة مكانة بس بس ده حلو قوي وهو ده اللي احنا عاوزين نوصل للناس السوار لتجميل الديار تجميل الديار في حد ذاته ده هدف لازم نوصل له مش لازم ادفع دم قلبي عشان عمل مطبخ على فاكل مطبخ ده مش غالي مش هيكلفنا كتير بس انا ممكن اعمل حاجة بسيطة بس تكون شيك انت عارفة جماعة السوريين عارفة جماعة السوريين بيعملوا ايه اسكية جدا يعملك كذا والجماعة شواء من شكل عام يعملك كذا صنفاكل يعملك كذا صنفاكل الكوبابة ومعرفش ايه و ايه و ايه و حمص و كذا نوع صلطة و كذا و كذا و كذا فانت المنظر قدامك رغم ان هو ما عملش كميات كميات سوية اه ما عملش كميات كبيرة لو سمحتوا بما ان احنا عاملين حملة اسمها السور لتجميل الديار شاركونا فيها اللي عاوز يجمل بيته و يقول لي كلمنا بس و انا هتلاقيني عنده و بقول له والله يعنايل اتنين هعملك الحيطة دي هقولك تعملها ازاي وببساطة شريدة جدا انا اقولك تجيب تكلفتها ازاي ولو عايز صنعية اجابهم لك تكلفة الحاجات دي تبقى بسيطة خالص انا مش اخد فلوس لي مقابل ان احنا بيوتنا تبقى حلوة بيوتنا تبقى جميلة وفي ناس على فكرة كلمتني اللي بيوافق ان احنا نصور معاه احنا منصور معاه ايه ليه ما بيوافقش طبعا احنا بنحترم ده جدا جدا يعني يعني انت مثلا ممكن حد عايز يعمل ديزاين وعايز وريك بيته انت ممكن تروح تصور عنده طب حلو ده جدا اه والله يقول له يعمل ظهرية التلفزيون ديات كزا عنده مشاكل في الطاقة في البيت يقول لي وانا روح اقول له والله ايه اللي بالتستيديو ده هنا اعمل ده هنا اعمل ده هنا حلوة ده جماعة جدا يعني لو حبيته جاهزين ومسلا تختاروا شركة اختيار لتصميم اي حاجة مثلا في البيت انتو عايزين هتصوروا معينا وتطلقوا معينا في الحلقة وممكن الحلقة كمية تتعمل عندك في البيت ومهندس احمد هيبقى معينا ان شوانا المطبخ مليان حاجات كتيرة ايه مليان مليان شفاتات واكسسورات ورخام وفيه ايتمز كتيرة جدا ممكن الكلام على كل ده لو بتعيزها يالله يا محمد تعالى شارك يا محمد يا السلام سلام عليكم اه نصور عنده في البيت اه لا ده اه طب كويس طب قلت يا جماعة في حد هنا معينا في الجماعة هنا اول انا بعد الحلقة انا طلع اعمل له الشو انا موافق يا محمد هنا يا حبيبي يا السلام والكاميرا ما انشاور لي انا موافق والله وايمي كمان بتخبطني يا كله يالله كلك انا موافق كلكو يال الاكسسورات بتاعت المطبخ لو سمحت لما نقيها اني نقيها تشبه المطبخ يعني لو انت المطبخ بتاعك مثلا اختارت دهبي اللي انت اختارتي ده اللي انت حبيتي ده لا سمحت لدي الاكسسورات دهبي لو انت في حاجة في حاجة مهمة عايز اقول لك عليها هي اكسسورات المطبخ مفهومها بالنسبة لك هي المقابد والحاجات دي بس ولا الاسم ولا انت بتوقعني في حاجات تانية نا اكيد شي حاجات تانية زي اي بقى اش عارف او انت احنا مش نعملك المطبخ اي امي على فكرة دي المعنوة بقى اللي احنا عمل الصلاة لا المطبخ الجديد شور انت اللي تعملهولي لا اناية 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 ازياتة واحدة الزيت ازياتة ديكسسور مكسور المطبخ المطبخ اي ايه ديكسسور مكسور مكسور المطبخ كماليات ممكن النهاردة فيه لد بيتباع جاهز ينوروا حدوات المطبخ اه لازم فعلا نعرف الاضاءة كمان ان الاضاءة تبقى مهمة جدا بتعامل مع سكينة بتعمل مع حاجات حادة بتعامل مع البوتاجاز فلازم في حاجات كتير في المطبخ حبه شايك عليها لازم يكون فيه اضاءة المطبخ دي تكون اضاءة عالية بينا بس شفت احنا وصلنا ليه وصلنا للديتيل بتاع انا عاوز امور قوي علشان اشوف ايوه طبعا انا عاوز المقبض دهبي عشان انا اخترت اللون الدهبي او انا اخترت احمر فهجب الاكسسور بتاعي معرفش عامل ازاي بس فيه اهم بقى من ده ان لازم انت بتصميه المطبخ انت بتاعي الفرن كده ان انت محتاجة مية وعشرين سنتي ما بين الوحدة دي و الوحدة دي لو انت عندك المطبخ وحدتين وحدة هنا وحدة هنا محتاجة بينهم على قل مية وعشرين سنتي عشان انت عارف تفتحي ومتوقتي وتشوفي الفرن وبتاعي دي دراسة بقى دراسة السنتيمتر دي ما دي دراسة المهندس فياريت بقى من وجهة نظر انا نوصل لمرحلة المصمن نوصل للمصمن بلاش يبقى ثقافتنا الدلعيش لخبازه وخبازه هو المهندس المتخصص النجارين المصريين بتوع الالمونيا المصريين من احسن الناس في الوجود ومن احسن الصناعية في الوجود هم احسن الصناعية في الوجود بس فيه حاجة تانية خالص اسمها تصميم معانا مين قلتلي يا سلام صديقي اللي بشوان اسم محمد عثمان ازايك اعلان اعلان بشوان ساحمر حبيب قلبي والله ازايك وحشنا كتير حديد والله احمد طيب بصي بقى ايمي احنا معانا المهندس محمد عثمان هو كان نزيمين لدراسة هو مهندس محمد خديقفون الجميلة 2001 وحافظة اسيوت كانت عاملة مسابقة عن نصب التسكاري للجندي المجهول والمهندس محمد شرفنا وكسب الجايزة الف مبروك يا بحمد الله يبارك فيك حبيبي شكرك لزوءك اقبال كده يا رب مربنا يكريبك وتاخد جايزة اكبر جميعا حبيبي قلبي اين بتحب تعرفي عن الجايزة اخدها عن ايه ولا تعرفي ايه اه انا عايز اعرف التفاصيل بمنام الكلام على التصميم عايزين عايزين قولينا يا محمد انت كراجل من عماري فكرت ازاي الكنسبت والحاجات دي فكرت فيها ازاي اه والله هو المشروع طبعا او سرطة يا محمد ويت بتاخد الجايزة من ناسيات المحافظة حبيبي قلبي قول بقى كونسك لما المحافظة طرحت المسابقة ايوة اه تصميم نصر تسكاري لشهداء الجيش والشرطة والشعب من ابناء محافظة اسيوت الله ارحم الجميع فتم اختيار الميدان وهو اسمه ميدان الانطر جديدة وهو من اكبر ميادين رئيسية في المحافظة اه وبيقع بين ثلاث محاور حركة رئيسية فلذلك كان كل توجهنا المعماري نحن نعمل اه ثلاث محاور دي اه هدولنا الكتلة بقى هدولنا الكتلة دي انا كده بدأ تفهم انا شفت الكتلة يا محمد هدولنا الكتلة هي الكتلة اه ثلاث كتلة رئيسية اه كتلة الوحدة منهم في شكل يعني مستوحى من المسلة الفرعونية اه قريب من تحته وطيع من فوق مسلوبة من التفاع الرئيسية الثلاث كتلة دون متخاطئين مع بعض فوق في كتلة شفه الهرم المقلوب كده اه مستوحى لأسفل المستوحى بالنسبة للهرم المقلوب يعني ليه؟ عشان نعمل توجيه هذو عليها تلاث شعارات شعار محافظة قصيوت وشعار شرطة وشعار الجيش فعشان احسن زوت رؤية اختارنا الشكل المتجسسة من علوي ده يكون مسلوب بنسبة ميل عشان اقدر وانا ماشي في الشارع اشوف اللغو من التلاث محاور رئاسية التي قلت عليه شكله واضح يعني اها طبعا كل كتلة من دول هي معبولة برعا جزئين جزء علوي من الحضر وعليه من نقش كوفي كده زخروفي رمزا يعني لأسماء الشهداء زي بتاع أستاذنا العظيم سامي رافع اللي أرحمه اللي موجود في نصب التسكاري بتاع الرئيس السادات بالضبط والجزء التلت تصوف لي برعا كتلة من الهرم هرمية سودة مسلوبة دي اللي بيتفاكز عليها الجزء العلوي ومكتوح فيها قرش دوران مستوحة من شكل الاناطر اللي هي قطعة مهر النيل هناك فيها الاناطر الجديدة معبولة وده مطل على الاناطر الحالية دي موجودة قصيون الجديدة اللي هتعاملت دلوقتي منافسة وتم افتتاحها بالفعل ايو 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 فلذلك الشكل برضو حابنا نربط سويا بين المكان والتصميم فاستوحينا شكل القرش الدوران ده كالشكل اللي مستوحة من الاناطر نفسها اقدر اعبر من داخل الكتلة اللي الضغم احنا نقدر يا محمد نصنف ان ده علاقة ما بين الدايرة والمسلس صح كده ولا انا ولا انا والله مظهوط يا فاني مظهوط السلام احمد دي والله هو في البلان من فوق هو ميدان دائري بالكامل والثلاث كتل دول في شكل المسلس فعلا وبيربطهم ببعض الجزء دائري الصورة دي اوضح بقى محمد بين الثلاث محاور دي تقولت عليهم فعلا هم بل احياء عند ربهم بل احياء عند ربهم يرجخون وقررت الثلاث محاور الرؤية ربنا ارحم شهدانا بشوانس محمد واحنا مشكلين والف مبروك الجايزة ودايما دايما في تقدم ودايما جوائز واشوفك على خير بقى عشان بالي كتير في فتكش يلا يا حبيبي يلا اراكا بخير سلام عليكم طيب الف مبروك طبعا المهندس محمد وحنا شوفنا الجوائز اللي اخدها وشوفنا يا جماعة المهندس المعمالي لما بفكر بفكر قال لكم انا عامل هرم مقلوب علشان خاطر وجهة نظري كده انا عامله السلاسي الابعد عشان ثلاث محاور رأسية عملت الدوران ده عشان الاناطر فاصل ده جايد لكم بعد الفصل وضفنا وضفكو الكريم الدكتور اهاب الطوخي ازاك يا دكتور منور وكمان المهندس المعماري المهندس طارق الاتريبي ازاك يا بشمهندس بصوا انا عشان اقدم بقى الدكتور اهاب وقدم البشمهندس طارق بصراحة يعني الكلام المكتوب انا اكفاء لكم انه هو مشرف الدكتور اهاب الطوخي اه استاذ مدرس بدرس نحت في كلية فنون جميلة وهو خبرج فنون جميلة قاسب نحت 2001 جوايز بقى حدس ولا حرج يعني لكن عشان نعرف الدكتور اهاب الطوخي ببساطة شديدة جدا هو صديقي انا مش هكذا نورتنا يا دكتور مرزي يا فاندو ربنا ازك نورتنا بشوان انا تخين حاجة ترجع لك انا تخين انت عارف ان انا لما دخلت المعرض عيط انت عارف المعلومة دي اه كلمنا بقى عن المعرض انا سيبك انت تقول ان نفسك فيه ما فيه شيء ببساطة شديدة هو يعني انا من الناس اللي بحب اشتغل بكونسبت معين يعني اه فكان الهدف بتاع المعرض ده انا شايف انه في مشكلة بالتقبل الاخر ان احيانا الاخر ما تقبلش ما تقبلش متيلو يعني 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 علاقتي بالاخر هو شايفني ازاي وانا شايفه ازاي هو بيعملني بقى انهي منطق بيعملني بالثقافة بتاعته وفي نفسها اتقبل الزيت انه هو انزاي انا تقبل نفسي فبدأت اشتغل على الموضوع ده فبدأت مثلا ان احنا عندنا مشكلة ان احنا ما بنشوفه حد بنحكم عليه انه هو سيء مثلا تخين انه هو قروي انه هو صنايعي وانت تفكرني سباك اه بالزبط كده انه هيسة انه هو طفل فكل الحاجات دي بتخبط في حاجاته بتكسر في مفوس يعني فبدأت اشتغل عليها وانا كحد نحاد بدأت العب على كونسبت ان انت الكتلة ازاي وفيش قدامي غير الكتلة البشرية اه الفات يعني وبدأ اشتغل عليها وكان موضوع صادم شوية ان الناس جاي المعارض على اساس انه تتورج على كتل ناس فات يعني وفي اوضاع سكتة وسكنة وده فجملة والعكس تمام ان التماثيل كلها تقريبا او اغلبها واقفة على نقطة واحدة اللي على عجلها واللي بيرقص والنازمي هو غير تجربة الهوليجرام رشيغ انا رغم ان انا دخين بل الزبط انا انسان يعني انا قادر ان انا احب العب نقطة كل حاجة واللي طير بحل احلامه غير تجربة الهوليجرام برضو كان معنا فريق اعمال الجميل فيه يعني وهو ده الكونسبت الموضوع طيب احنا هنزل فيدي ده الوقت ايه علشان خاطر نتكلم عنه علشان ده من وجود نظر انا نقلة في النحت في فن النحت بشكل عيد تمام ايه رأيك يلا ده اتهدر نزلونا الفيديو طيب اهو ايه ده عم طرق للتعمل ده تمام اه ده يعني فكرة من افكار الهوليجرام هو دي كذا طريقة للتنفيذ يعني اه فده من الطرق البسيطة بتاعته هي الفكرة مش مش جديدة يعني مش مستحدثة هي فكرة ترجع حتى الوقت قديم قوي كانوا بيستخدمها في المسرح اه ان ازاي هو يظهر شيء مش موجود في الحقيقة قدام الناس اه تمام فهنا احنا طبعا الفكرة بس كانت استخدامه لعرض التمثال المتحرك في وسط المرض يعني نابس شكل الفيجور بتاع اللي هو النحت الرقمي تقريبا اه بالزبط كده نقدر نسميه نحت الرقم ونعمله انيميشن بقى فحبينا ان احنا نحط كده يعني اكشن بيعمله الشخص ده الفيجور التخين ده اه احنا هنعرض صور دلوقتي تاني برضو من المعرض والدكتور اهاب برضو قلنا يعني بعض النمزج اللي عجبتنا كده دكتور اهاب هيعرضوها لنا دلوقتي تمام والهولوجرام طبعا له استخدامات تانية مش مهندس اكيد ده في مجالات معمارية وغير معمارية يعني بس احنا هنا للفكرة ان احنا حبينا نستخدمه في المعرض الفني العرض الكونسل يعني التماثيل بطريقة الحال سبتة فاحنا حبينا ان يبقى فيه شيء متحرك طيب من اقدر نتكلم على العمل ده دكتور اهاب لان كل الاعمال اللي في المعرض كلها ايمع على فكرة ان فيه حد تخين وزي احنا قلت مرة البلونة بتطير منه مرة ركب عجلة فعنده اتزان انت كنت عايز توصل اليه والله هو كل تمثال اللي الحدوتها بتاعته اللي هي بتلمس فيه الكونسلت الاساسي بتاع المعرض يعني فما قلنا هنشتغل على الهولوجرام اشتغلنا على ثلاث اعمال ثلاث افكار يعني الصياد الصياد اللي هو بمفهوم الرزق اللي هو اسمه العمل الرزق وفيه الرقص انه هو الاتزان بقى اللي هو بـ انه هو نوع انا بقى عرف رقص اه بس هو الهدف من وراه تمثاله بتاع الراقص ده مش انه هو بقى عرف رقص اه اه ايه بقى هو المساج من وراه حتى الكونسلت بتاع التمثال المكتوب انه هو الانسان على قد ما هو احيانا بحيث انه هو مقايد بتقافة اللي حواليه فبتلاقي بطبيعة الحال فيه ناس بتضايقوا بالتنمر وبالكلام اللطيف بتاع الناس فهو مع الشخص ده غير انه هو يرقص وهتباهى وما يبينش الاشخاص المتنمرين دول انه هو تأثر بالكلام ده فانا جايبه بفضع انه هو راقص جدا وخفيف جدا وعنوقت اتزان واحدة اه باين جدا في الفيديو جدا وواقف بيدور على ايده نحلة اه دبوره بتاع زمان ده وعمل لونه احمر اه يعني ملفت جدا يعني وده كان من ضمن الحاجات برضو اللي كنت قصيدة ان انا اخلي الالوان بتاع التمثيل لونها مبهج يعني الحمد لله كل الناس اللي دخلت المعرض بيوصل لهم الكونسبت وفي نفس سقت بيحسوا ببهجة يعني بيحسوا ان فيه مرسل شايبه والمعرض ده موجود فيه مرسل شايبه موجود في قاعد ضي في المهانسين في شرع الاحرار 14 شرع الاحرار وهو قائم لغاية يوم 31 عشرة وعملين حفل ختامي يوم 30 وجايبين حد جميل فلون جميلة بس بس ديكور كمان جادي عظيم كمان عزف كمان عمر درويش عظيم فانقفر ده ونتكلم مع الجمهور نا احنا لازم نتكلم مع الجمهور اه 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 في الناس الجميلة يعني بس من الناس الجميلة أو سنة فنون جميلة دايماً سيرة كويسة بالنسبة لنا عشان أنا فنون جميلة صراحة قسمة مرة حلقة كويسة جداً الأعمال بتاعت الدكتورة هابة طوخي احنا ننزلها لك تاني النهاردة على الصفحة والتمثيل وهنتكلم عليها تمثال تمثال تقرأوا الكلام المكتوب اللي سمح تزوره المعرض شكراً يا إيمي قطر خيرك على حلقة النهاردة دايماً متعلقة ودايماً نجمة ودايماً روحك حلوة بر الهوى وجوه الهوى أصدقائي العزاء دكتور هابة طوخي أخوي وحبيبي وصديقي المهندسة شرفتونا ونورتونا هديه بس حاجة صغيرة آه طبعاً الهولوجرام ده كان عمل مشترك يعني فيه تيم اللي عمله مش أنا الوحدي يعني كان معي عمر القاضي وهيب القاضي أخته ويا را خفادي دول فريق العمل العمل اللي يمضي لنا احنا متشكرين ديكو جداً يا أهلا القاضي شوفكم على خير استنونا في الاعادة استنونا في الاعادة النهاردة وعليوتيوب وتابعونا على الصفحة وتابعونا على اللايف نهاردة الساعة عشر بالليل ومحتملنا على اللايف دول أتي سلام عليكم